وينضم إلينا من غزة مراسل الغد محمد الضعور محمد ما هي التفاصيل تماماً فيما يتعلق بالصواريخ التي انطلقت من غزة واستقبلتها القبة الحديدية الإسرائيلية نعم للمرة الثانية على التوالي دوت صافرات الإنظار في مستوطنات غلاف غزة بفعل إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أربعة صواريخ أطلقت في الرشق الأولى من القطاع على إثرها كان هناك إطلاق لعدد من القذائف من القبة الحديدية التي حاولت اعتراض هذه الصواريخ الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يقوم بفحص سبب إطلاق هذه الصافرات نتيجة هذه الصواريخ التي سقطت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وهذه المرة الثالثة حيث أنه مساء أمس أيضا أطلق صاروخين من القطاع ودوت صافرات الإنظار ولم يتم الرد من قبل الجيش الإسرائيلي على هذه الصواريخ لكن بالأمس كان هناك إعلام من الجيش الإسرائيلي بأنه سيردوى بقوة على أي صواريخ تطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف الفصائل الفلسطينية كانت قد حذرت إسرائيل من استمرار التعرض للمرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك وسيدفع فاتورة هذا الاعتداء المتواصل وكانت قد طالبت الوسطاء بضرورة التدخل ووقف ممارسات إسرائيل ولجمها بالفور حتى لا يكون هناك توتر ومواجهة جديدة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل هذه صورة الأوضاع حتى هذه اللحظة للمرة الثانية تدوي صافرات الإنذار وتحاول القبة الحديدية اعتراض هذه الصواريخ وفي المقابل حتى هذه اللحظة لم يرد الجيش الإسرائيلي على هذه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة لكن من المتوقع كالمعتاد أن يكون خلال ربما الساعات القادمة رد من قبل الجيش الإسرائيلي على هذه الصواريخ وهو يحمل بلا شك حركة حماس مسؤولية كل الأحداث الجارية في قطاع غزة يرى مراقبون بأن استمرار توتر الأوضاع في المسجد الأخصى المبارك ستدفع الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة ما بينها وبين إسرائيل لذلك كان هناك مطالبات من قبل الفصائل يكون هناك تدخل عاجل من قبل الوسطاء لوقف كل هذه الممارسة التي تفجر الأوضاع الميدانية من جديد ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل شكرا جزيلا لك محمد الدعور مرسل غد كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك